خلينا بسرعة أنه فيه خبر عاجل ومهم الإعلان عن انتهاء عملية عاصفة الحزم انتهاء عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها أن الطلعات الجوية لعاصفة الحزم أزالت أي تهديد لأمن المملكة ودول الجوار وأضاف البيان المملكة تعلن فرض السيطرة الجوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة من خلال تدمير الأسلحة السقيلة والصواريخ الباليستية التي استولت عليها الميليشيات الحسية والقوات المولية لعلى عبدالله الصالح من قواعد معسكرات الجيش اليمني قالت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته وكالة الانبار اسمية ندعو الله أن يحفظ خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أيضه الله القادر الأعلى لكل القوات العسكرية وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها إنه ولي ذلك والقادر عليه ويأكدت أنه أعلنت دول التحالف عن انتهاء عملية عصفة الحزم بعد تحقيق أهدافها وبدأ عملية إعادة الأمل ويبدو لأنه طبعا نهاردة كان سيد سامح شكر وزير الخارجية موجود في المملكة العربية السعودية خادم الحرامين من مبارح بيعمل اتصالات مع كل ربما عدد كبير من قادة العالم أعضاء مجلس الأمن الدولي وعدد آخر من قادة العالم وبالتالي ربما حصل توافق على انتهاء الضربات الجوية كلام على أن الرئيس اليمني هادي منصور سيلقي خطابة للشعب اليمني ربما اليوم مساء اليوم ليعلن فيها عن المرحلة التالية بعد توقف عصفة الحزم وتوقف العمليات العسكرية كانت تستهدف ميليشيا الحوسيين في اليمن الشقيق